سيبا هذا العب هذا الـ CPA يسؤولون لها الكثير من الناس يأخذون معي الـ consultancy على الـ CPA شوف الله يرحم لكم الوالدين سوف نظر لكم هذه النقطة على الـ CPA الـ CPA لا تشاري دورة شوف إلا شيء واحد شاريت من عنده شيء دورة أو إلا شفت شيء واحد أعطيك شيء دورة وهذه الدورة وصخطة نظر على الذي يشاري و الذي أعطيك فابور لا تتحسب معه الذي أعطيك الفابور لا تتحسب معه وهذا سيجد منه الذي أعطيه لك مرحبا الله يحميكم الـ CPA لا تستطيع قاديت كيف أشرح لك؟ انت وقل سوف نشرح لكم الـ CPA سوف نشرحه الـ CPA سوف نشرحه في 10 دقيق سوف نشرحه في 10 دقيق كل ما سوف أعلم الـ CPA ما هو الـ CPA؟ لأن هنا أي شخص سأعطيك معلومة لا تزيد عليها ما رأيه يضحك عليك؟ يحزون في نفسه يقول لك أن يشارك شيء واحد شيء دوره وعطي شرح لها الـ CPA شارك دوره في 2000 درام وقسم بالله ما أعطيه الـ traffic يعني الحاجة التي يشارك له لا يشارك له ما هو الـ CPA هو cost per action هذا هو الـ domain اسمه CPA cost per action هذا المجال هذا هو مجال تسويقي هو مجال تسويقي يعني لكي نقرب كل شيء يفهم معي عقلتوا على هؤلاء الناس الذين كانوا يأخذوا الباب الدار ويضقوا علينا السلام عليكم لله اليوم شركة Viva Shop تقدم لكم منتوجات رائعة اليوم كان نقدم لك هذا الشامبون هذا الشامبون الذي يشارك لله يقول لي رائع عقلتوا عليهم كان اللي قاعدت الضغطة تنزل كان اللي قاعدت الضغطة حتى يضربوا تخليهم اخرى يضربوا كانوا يضربوا كانوا يضعوا شيئا طبعا كانوا يضعوا شيئا طبعا طبعا تصور معي يا أخي المواطن ما هو السياد منذ أحاول ان يضق معها في نهار ما هو انه لم يضق تلاتين اوارمان اوارمان احاول تحكير الصباط المسكين للخدمات الذين يشاركوا هو تقريبه فيه هذه هي CPA يعني أول مظاهر CPA اللي شفنا مع الانترنت وتقدم التكنولوجيا وأن الانترنت صبح واحد القوة شيرائية واللينا كان نخدمه هذا الكون صيفت هذا كان نخدمه سيوغان تغنيت إلا أننا لكنا نخدمه سيوغان تغنيت كان لقوا رأسنا أمام واحد العدد كبير ديال الطرق التسويقية كان لقوا واحد العدد كبير ديال الطرق التسويقية يعني لكنا في الحياة الواقعية كان نمشي وندقوا على الدار السلام عليكم خويا معاك أحمد تكامل شركة ديال فيفاشوب وتنجيب لكم منتوجات هذا كان طريقة وحداية مش يدقوا على الدار لا مع الانترنت ومع الرقم هنا ولا تعني بزار ديال الطرق كل واحد وكيفاش كي يخدم هذة الطريقة لما يتطوض باش كي يخدمها مزيح دا بقى أنا يا إلا بغيت ندخل لهذا المجال ديال CPA ديال التسويق الرقمي تخصني تخصني بعض الحويجات نكون عارفهم أول حاجة قلنا أن الـ CPA هي Cost Per Action ألا هي العمولة مقابل واحد الخدمة هذة الخدمة هذة ممكن أنها تكون تبيع شي حاجة تبيع شي حاجة هذا الأكشن ممكن أنك تبيع شي حاجة وتأخذ العمولة ديالك يعني بيعتي شي حاجة مثلا أنك تبيع تبيع تقول لك مثلا 30% و 70% ديال الشركة أو التي تقول لك 70% ديالك أو 30% ديال الشركة هذة بغينا نبيع شي حاجة أولا تكون عمولة فكس يعني مثلا أنت تقول لك شوف سأجيب لنا واحد سيد مثلا يشترك في الخدمة ونعطيك 20 دولار أو سأعطيك 30 دولار هذه فكس أو مثلا سأجيب لنا واحد سيد سبنيت الإيميل ونعطيك دولار كل واحد يضع الإيميل لدينا سأعطيك دولار ماذا هذا إذا كنت نريد نعم بطريقة في التسويق أشغادي يخصني إلا جيت إنت ومشيت كالتق على الشركات وتتقول اليوم أنا بغيت نخدم معكم غادي تلقى واحد المشكل ديال التقة الشركات ما غايتقوش فيك الشركات ما غاديش يتقو فيك كين عنا هنا واحد المشكل التقة كين ما ما غاديش التق فهذوك الشركات هوش غايت خلصوك ولا ما غايتش ما غايتش التق فهذوك الشركات هل يخلصوك ولا ما غايتش يعني هنا المشكل ديال التقة بين الطرفين أنت تخاف الشركة تتسوق لها وما تتخلصك والشركة تخاف أنك ما تكون أهل أنك تسوق أو لا تتسوق لها غير تشوها غير 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 تشوها يعني عندنا مشكلة ديال يعني ديال التقة بين الطرفين هنا سيكون لدينا شركات تسمون شركات CPA من بيناتهم Max Bounty Clickbank بزاف هذه شركات هم شركات affiliation تكون شركات وسيطة بين أنا كوحد سيد يتسوق وبين الشركات التي تقلب على الناس التي ماتيقة لكي يتسوق لهم لكي يتسوق لهم مزيح لهذا فهذه الشركات التي تكون وسيطة تسمى الشركة شركة affiliation شركة affiliation هذه شركة الواسطة تسمى شركة affiliation كما قلنا Clickbank Max Bounty ومزيح من الشركة هذه شركة الواسطة تلعب بالدور الواسطة بين أنا وبين هذه الشركة التي تريد تبيع المنتج أو التي تقلب على المنطقة مزيح ماذا يخصني هنا يخصني هنا نشجل في هذه الشركة الواسطة هذه الشركة الواسطة أو هذه الشركة الواسطة الواسطة رغم لماذا كنت تشجل أنا في هذه الشركة الواسطة qui طلع لي ما يسمى بالعروض qui طلع لي عروض لدي عدة شركات ومشتركين في هذه الشركة أو يمتلكون أضل مع هذه الشركة لفلياسم وهناك مزافة العروض التي ستقوم بتسويقها هذا العروض التي أبني أمريكي سيكون لديهم تسويق طبعاً يكون لديهم شروط هذه الشروط تطبيعون شركة منزل أو لا تستطيعون تطبيع الشركة لفلياسم يعني تقولي يا باريكزومب شوف إذا بغيتي تبيع المنتوج دينا مرحبا بيعوا غير انت باريكزومب ما تبيعوش بلا سامس يعني ما تصفش اسامس ما تصفش رسائل اسامس ما تبرزش الناس أو لا تقولك شوف احنا كان قبلوا جميع طرق الإعلان إلا مثلا إلا مثلا مثلا الايميلين يعني تقبلوا جميع طرق دي تسوق عنك الحرية فأناك تسوق على البروتوكي ما بغيتي ولكن احنا لا تقبلوا لكي تصفل الديهة ما كان قبلوا لكي تصفل الديهة يعني لا يأتي شيء واحد عن طريق إيميل لا يأتي شيء لا يأتي شيء واحد بيعوا نعاود لكم قسمنا بلا رسائل واحد بايع ضورة ب1000 درام من المغاربة هذا يأتي شيء ما يريدون لكم في مقال انتباع هذا كذلك فأنا شرح لكم هذا الشيء لانه مؤخرا لكي يخبركم هو في 200 درام ومع المختار وهو سيبي ماركتر وعب هذا الشي اللي قيل اليوم فاتك الدورة مشوش روى الناس بالفين درم وسمعوني الله يرحملوا هذين فابور هنيتا نشرح لك فابور قسمين بالله بيعها بالفين درم ورى الناس اللي شارينها من عندها رأتي تابعوني ورأعطوني الليان ودخلتش في هذيك الفضايحة اللي دير هذا السيد سمعني هنيتا نشرح لك بالداريجة ودهك شي زوان خفيف حيطانا نوريكم القلب اللي كيديروا هذي الناس هلا وصلنا لهذه المسألة هذي وصلنا لهذه المسألة هذي وصلنا لهذه المسألة هذي انه كل شركة تخطيك الشروط والقوانين اللي انت خاصك تلتزم بها يعني كيتقول لك باكسون فلشوف احنا كان قبلوه هيرل ايمال ماركتر شوف الموضوع هو السي بي اي ده بغ انسالي انديراد الله هي الى السي بي اي صافي ما نحبسو الاسئلة اللي بيسمع مرحبا اللي يتفاهم اللي يسترلي عصلا ما تنقولوش حاجة جديدة اه اه اولي اللي بيهانفتي وادراري اللي وما انت رسي بتصويق انا كنا شركة ليه هي واسطة اولا قليناك كل شركة تفرض قوانين ديالها او الشروط ديالها اللي تقول لك باكزون احنا كان قبلوها قوانين ديالها تخافيك ما تقبلوش هالطرق تصويقية اللي كنسمعه هو الترافك يقولك او دي حنا ما تقبلوش متلاً ترافك ديال الايميلين يعني تصفتلينا الناس اللي تكونفيرتاو أو يشيرون عندك عن طريق إيميل لا منه أو عن طريق الاسمس أو مثلا ترافيك ديال الله ديولتا منه هم تفرضون علي قوانين ديالهم طفقين هم تفرضون علي قوانين ديالهم كما قلت لك أو شروط ديالهم مازيح انت ملكت جلفات الشركة بطبيعة الحال أو الشركة ديال لا تكون عندك غير أنك تكون عندك عروض بطبيعة الحال انت كمسويق فكتحتاج الدعم كتحتاج واحدة السياد اللي بدأ يجوك على الأسئلة ديالك تغيصون تكون شرط أو أوفر من فهمش القانون دياله مثلا من فهمش ما شكا تكون تسجيل تسجيل عندك وما يسمى بالأفليايت مناجر ديالما تسجيل في شركة الأفلياسيون يكون عندك الأفليايت مناجر واحد السياد اللي تلقى عنده اسميته والذي يجري لك الحساب والهو السبرفايزر ديال الحساب ديالك هذا السيد يكون عندك سؤال يتوصل معه يتوصل معه يعني في هذا الهواء 이 سببروفايزر اوه الأفليايت مناجر تستطيع أن تتوصل معه إما عن طريق سكايب إما عن طريق المنصة من الداخل إما عن طريق الإيميل إما يعني يكون عندك بزمجر الدقيقة LEGENT سوف تكونوا نعدتك الواء هان تقدر أن الهواء اخوان أفليايت مناجر حتى إن تلب reserve gagnق عم ان his ad кому يكون جيداً. في الكريبتو كارنسي مثلاً كانت أفر من شركة يكون جيداً. الناس يرونه يكون جيداً. وكيف لا يكون في هذه الشركة التي تعمل معهم. تقدر تهضر مع الأفليات الماناجر. و تقول لي شوف أنا رأيكين الأفر هذه وهذا و ممكن تجيبوا ليه و تتخدم عليه. يعني أنه يمشي هو يجيب لك هذا الأفر لكي تخدم عليه. يعني غير بشيء أن هذا الأفليات الماناجر يتخدم معك بزاف الحويج. هذا الأفليات الماناجر يتخدم معك. هذا هو المدير ديالك. أو لهذا أعتبره صادق مدير ماشي. بدأك نفكرة ديال مدير. ولكن هو أحد السيد اللي يتخدم معك. لأنه هو إلا خدمتين أنت مزيداً يتصل إلى الأجيكتيف دياله. يعني يتبغي يتخدم معك. إذن دابا إحنا فهمنا ما هو الـ CPA. فهمنا أنه يكون عندنا عروض. و نأتي وحنايا نختاره العرض اللي يوالمنا. في الدولة اللي كتوالمنا. أو لف بعد المرة يكون عروض عالمية. وكان خدمو عليه حناية. باش أننا نبيعه. باش أننا نسوقه. نزيح. إذن باش أنا نسوق أو عملية التسويق. عملية التسويق هنا كل 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 شخص و باش كي يعتمد. وهنا فين خصك تحلم أخيكم اللي تشري شي دورة. هذا الشي اللي خاصوا يتشرح لك. حيث هذا الشي اللي حضرنا عليه دابا. هذا هو البازيك. هذا هو البازيك. طرق ديال التسويق تختلف. طرق ديال التسويق كثيرة طرق ديال وثارج اقداع طرق قانونية أو طرق قانونية أو طرق قانونية وطرق قانونية نقول لهم طرق قانونية وطرق غير قانونية الطرق القانونية هي الـ White Hat والطرق الغير قانونية هي الـ Black Hat الآن الطرق القانونية نعطيه واحد المثال لكي نفهمه نعطيه واحد المثال لكي نفهمه طريقة اللي هي قانونية مثلا أنت يقول لك أريد طريقة قانونية أنه باركزامبل إذا كنت ستصفت إيميلات مثلا أنا شخص عندي شيء أفر نشيت خذيت أفر ويتنسوقه عندي واحد المدوانة عندي واحد المدوانة هاد المدوانة اللي عندي أنا طبيعا الحال دير فيها تسجيل بقائمة الإيميل يعني كي يجي من هنا تدخل المدوانة ديالي بلي كي يعجبوا المحتوى اللي كندير كيمشي وكي يحط لإيميل ديالي وكي يتنجسر أو لا باريزامبل كندير مثلا شيء أفر تنقول مثلا تحملوش كتاب ديالي بشكل مجاني وكان أعطيكم واحد يعني يمكن تدخلو الإيميلات يعني لابطي هاد الكتاب يوصلك مجاني لابطي ديالي كندير واحد ما يسمى باللاندين بيج صفحة الهبوط وكندير مثلا هاد الكتاب تيال مثلا سي بي اي اولا مثلا هاد الكتاب تيوريكشي لعيبة في فيسبوك مثلا اولا في الكريبتو كارنسي مثلا كنقول أنا معاكم أحمد القطاني عشرين سنة في التداول في العملات الصعبة واليوم راح أعطيكم كورث مجاني حول التداولات وطا طا طا تنديرشي إعلام في فيسبوك على هذا كنديرشي لاندين بيج الناس كيبغيوا يستثمروا في العملات الرقمية كيبتنقول لون أنا سأعطيكم كتاب فابور في العملات الرقمية يقومون إذا بغيتو كلك yourselves اضعوا على هذا ودخلوا تترشارجي فعلا الناس من يدوهم الكتاب يعطي Diskuss ووصلهم الكتاب المجاني ولكن كنت باخرتي الآن بأسترشارتهم اثن هالكم هاي هذه الكتاب هاي evangel tra قانونية الناس يشرجوا من فابور وخلوا لي الإيميل ديالهم وكان قوم أنا في مرحلة أخرى أنه مثلا عندي أوفر ديال البيتكوين مثلا شي أوفر اللي عندي مثلا لتكونفرتها واحد ب500 دولار ولا 600 دولار كان صفت لهديك اللائحة ديال 20 ألف واحد ولا 10 ألف واحد اللي عندي أنا ولو هديك 10 ألف واحدة لتكونفرتها وليا منها مثلا 1-5 أو 6 الناس راه بيخير مثلا هذه طريقة قانونية خدمت بها طريقة قانونية هذه ويت هات طريقة قانونية بلاك هات طريقة غير قانونية كيف هي الطريقة الغير قانونية تنشي أنا نشوف شي منتدى الكريبتو كارنسي منتدى الكريبتو كارنسي نعطي مثال إما نمشي مهم الطريقة نخدمها بثاف طرق نعطيه جوج طرق وندوز إما بالنسبة لأنني نضرب شي بص دوني نختار لبص دوني مثلا منتدى الكريبتو كارنسي وكان نهز لهم الإيميلات هذو كل الناس كامين ما يتمنى بتداول العملة الرقمية كان نهز مثلا 1 مليون إيميل أدريس أو لا أو لا كان نشيريها كان نشيريها كارنسي يبيعون داتا نقية داتا يبيعونها نقية يعني لا يأخذها من الكت داتا ليس الكت داتا ولكن داتا نقية الكت داتا مثلا أنها تكون تبرتجت في مواقع التي هي معروفة أنها تبرتجي مثلا البيانات المصربة هذه لا تكون مزيانة المهم أولا بالأخضر كان نعمل بالريفشير الريفشير هو غير قانوني يعني كان نشيري بس دونة من عنده أفليات ماناجر لا تشيريها وإنما تعمل معي بنسبة مئة قوية دابا أنا الطريقة باش حصلت على ذلك مليون إيميل ما حصلت عليها بطريقة قانونية حصلت عليها بطريقة غير قانونية وهذا كل الناس لم تشجلوش عندي ما تعرفونيش وكان شي أناية وكان نصفت لهوندي زيميل كان نفرق بطريقة قانونية الآن عندي واحدة داتا مهتمة بالعملات الرقمية سوف نصفت لهم واحدة الأوفر لديه علاقة بالعملات الرقمية إذن هنا الناس سوف يتجلو هذه السؤالة سوف يتجلو في الـ CPA نقول لها الـ Conversion فيما تسمع الـ Conversion Conversion Rate ما هي الـ Conversion Rate؟ الـ Conversion Rate هي أنه الـ Conversion Rate مثلا 70% يعني عندك لو تخافي الذي تخليه مثلا نصفت مليون إيميل سبعين في المئة ديالات تـ Convert هذه بزاف ما يمكنش تقايا فأرض الواقع ولكن يباش شرحنا نشرح معكم تسمى الـ Conversion هذه تسمى الـ Conversion الـ Conversion يعني واحد تدخل ودر ديك الـ Action اللي بغيت أنا إما تسجل إما شرع شي بروضوي يعني در دك شي اللي بغيت تسمى تـ Converta يعني تـ Converta يعني من الناس اللي يدخلو شافوا دك الإعلان أو من الناس اللي يدخلو شافوا دك الإيميل تـ Converta لي واحد نسبة معينة تـ Converta لي واحدة تسمى الـ Conversion وهناك نحضره بالـ Conversion Rate الـ Conversion نسبة المئة ولكن دائما في القوانين الـ CPA دائما ما تكون عندي أوفر اللي هو عندي الجمهور دياله وصفته اللي تخافيك تـ Conversion Rate تـطلعه نحضره على الـ Targeted Audience يعني الـ Audience بيان 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 الـ Targeted يعني أنا لدي الـ Data مليون إيميل بطريقة غير قانونية وزعشهم لأنه يزعج أنا صرفت للناس لا تعرفوني ووصل لهم تـ Converta يعني ستـ Converta لأنه صرفت لهم أفخ اللي هم يهتموا به وهو تكشير جديدة نقول لكم الـ Data لأن الـ Data خطيرة جدا ماذا؟ هذا مهات Black Hat وهذا مهات المهات التي اخترت عليها كانت في الكثير من المجالات في CPA VZ ترغيط C-Bla الله يرضي عليكم C-Bla كانت في الكثير من المجالات كانت في الكثير من المجالات ما هي هذه القاعدة تقول لك ترافيك وهي لم يكن تعمل في CPA صراحة كانت في الـ Online Marketing تقول لك ترافيك Equal Money الترافيك يساوي النقود إذا كنت تعرف تجيب الترافيك إذا كنت تحترف تجيب الترافيك ستعرف تدير الفلوس من الـ Internet هذه هي القاعدة في الـ C-Bla ذلك ما كونا شرحنا كامل وان الـ هذا ما شرحنا كامل وهو 10 دقيقة مميحنا جيد عرفنا هذه المعلومات ولكن ممن سنجلبها أقول لك من سنجلب هذا الناس التي تدريب على ما سنجلب هذا الناس التي تشارمها من سنجلب هذا الناس التي تسجلها إذا سيرفال الـ C-Bla هو هذا الناس كصديقي اوهي تكون اول مرة تسمعه وينجيك كده واوهي تشاره لبازيك تشاره لبازيك تشاره لتنقولك روالو تشاره لتنقولك مثلا بانش وعب تشاره لبازيك الحقيقة في هذا الشيء هو انه يجب تشرح لك الترافيك منك تجيب الترافيك منك نجيب هاد الناس انا انتظروا نجيب هاد الناس لم تهمنيش عن الوفر الذي نستطيع فهم نجيب الناس المتودي الماركوتين كانت الكثير من المتودي كانت الكثير من المتودي وانت تختار المتودي التي ترتاح لها وتعجبك وتحترفها كان الناس الذين يعملوا بالسوشال ميديا ماركوتين يعني الناس يجلبوا ترافيق عن طريق فيسبوكات عن طريق الادوورد عن طريق انستغرام تجلبوا ترافيق وخاص صراحة الكثير من المتودي أكثر من المتودي الذين يعملون فيسبوك الـ CPA فيسبوك وكما يعملون بالإشارة سيعملون بلدي ومثلون بحاملات إعلانية فيسبوكك الـ CPA ومثلون تجد الهم الأدوور ليس لدي مشكلة لانه بواسطية التطالعة ويجبون بالخصص ويبطون الحصول ليس لدي مشكلة يعملوا بالطريقة، ويعملوا فيسبوك فيسبوك يكون وضعت بها ويقوم بإمكانك الحملة الإعلانية في فيسبوك ويصدروا المهمة عندما يشارك المهمة يشارك المهمة ومهار مقادرين تعودوا في المنطقة والآن يعملوا في البن يعني هذا المهم لا يشارك المهمة نرزقه. فتحكم بالنسبة للميط ايجر ما يملك بالتصرف فيه فيغتية لنساح الحملاء الإعلاني و لا تنسى يخدم يعمل 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 و يعمل C&O Google يعمل يعمل arr يشارعوا الـ traffic يشارع الـ traffic الـ traffic الناس الذين يعملون يعني مثل الـ traffic تقيم الـ landing page كانوا الكثير من المتوض كانوا الكثير من المتوض كل واحد يعمل يعمل ف من الذي تريد أن تدخل هذا المجال في الحقيقة ستعلم من المتوض في الـ traffic ما هو الـ cpa وعندما تشارع شي دورة ستعلم ما هو الـ cpa أو شيء يأتي يقول لك إذا منين سنجلبه الـ traffic سيقول لك سنقوم بإشار في Facebook Ads أو سنقوم بإشارك في AdWord المسألة ليست بسيطة لهذه الدراجة لأنه كنت بسيطة لهذه الدراجة لا يجب أن يعمل لك هذا الكورس ب1000 درهم مثلا نقول لك أنه لك تعرف مثلا أو حتى ت تعرف تستخدم الـ ads والذي تدخل لك سنقوم بعمل 11 مليون نات بروفيت في الشهر هذا المسألة أو أن تشارع بلوغ وأن تأتي بـ traffic وأن تدخل لك الإشار في AdWord أو أن تشارع في Facebook هذه المسألة التي أرى وصلها لكم هنا سنقوم بإضحكه لك وأن تريد أي شيء يبيع لك دورة اما واحد اشترك معك كما اشترك معك في يوتيوب فابور لا يحسب المعلومة صراحة مجانية اي شيء تكفر ليس مشكلة اي اخوتي كامل اي شيء اي شرحنا هذا عندما يجبون التفاق اما تعمل الا اما تعمل او تعمل او تعمل الانبع تعمل الى الريق وتعمل الانبع لا يشترك لا يحصل او ادوارد او ادوارد او تعمل لديك ترافيك غالي كتشريه بتامن قل وكتصف تولينين بيشجيرك إما كتخدم بالسوشال ميديا فيسبوك وهذا باش كتسميته واخرات نقول لك فيسبوك رام منوع في سي بي اي منوع في سي بي اي او لا تتخدم بالاس اي او او لا تتخدم بالاس امس ماركتين او لا تتخدم بالاس امس ماركتين تتخدم بالطرقه باش كتجيب لازوف الاتفاك او لكتجيب الترافيك لاندين بيش تيلك ما هي أفضل ندرسة دي العلم الفالك push notifications تهي طريقة وعرة باش تجيب traffic push notification push notification شنه هي هي أنه تشري واحد traffic تسمى دي push notification هذا الترافيك اللي تشريك هي لك تجيك واحد نوتيفكاسيون ديال جوجل كروم يقولك رابي حتى معانا الف دولار يتسرسل التليفون وتحلو وتشوف هذه النوتيفكاسيون هذه تسمى push notifications push notifications في الماركوتين راح أقوى من الإيميل الماركوتين push notification push notification كانت مزاف ديالطرق صراحة لا أستحضر جميع الطرق ما كانت مزاف ديالطرق اللي ممكن أنك تجيب بهم أن تخافك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة